أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة بمباردنا التعليمية ومادية تكنولوجيا تخصية فرع الكهرباء النهاردة إن شاء الله بإذن الله نستكمل مع بعض اللي بدأنا في الحلقة السابقة الجزء الخاص بدراسة الضوضاء النتيجة عن السيارة قلنا إن أنا عندي بالنسبة لراحة الراكب يمكن إحنا في حلقات سابقة إحنا طبعاً لسه تحت عنوان الباب الخاص بدراسة وسائل الأمن والراحة للراكب وكنا درسنا بعض عنظمة الأمان الخاصة بالساق منها على سبيل المثال هي الوسادة الأي الهوائية النهاردة يمكن بندرس جزء خاص براحة الأي الراكب اللي هو الجزء الخاص بكيفية الحد من الضوضاء النتيجة عن تشغيل السيارة وطبعاً تأثيرها على راكب السيارة أو مستخدم السيارة قلنا إن عندي في مصادر بالنسبة للضوضاء ممكن هذه المصادر تبقى خارجة عن السيارة يعني مثلاً موجود في مكان مزدحم والمكان ده في مركبات كتير جداً مثلاً بتستخدم بالطريقة عشوائية آلة التنبيه فده بيحصل لي عندي ضويج أو ضوضاء وهنا ده ممكن بتأثر هنا على السمع ولكن إحنا هنا في دراستنا للجزء الخاص بالضوضاء هي مش بدرس ضوضاء كمؤثر سمعي فقط ولكن أيضاً فيه اهتزازات نتجة عن تشغيل السيارة طبعاً الهتزازات دي لو كانت اهتزازات عنيفة ممكن تأثر على راحة الركب وقلت لك أن كل الشركات تلوقتي بتتصابق أن أنا عاوز أوصل لأقل معدل للضوضاء والتزازات نتجة عن تشغيل السيارة وقلت لك أن عندي في السيارات الحديثة تلوقتي أو عاوز يوصل وفعلاً وصلوا أنه ممكن يكون معدل الضوضاء والتزازات اللي حيز الركاب يقاد يكون منعدل بمعنى أننا ممكن راكب العربية بتاعتي والعربية بتاعتي تنطلق على الطريق مهما كان نوع بقى الطريق سواء طرق ممحدة أو طرق مدقات يعني طرابية ممكن يكون الراكب أو الموجود في حيز الركاب مش حاسس خالص بمطباط الطريق أو بالطريق عمتاً والأصوات النتجة عن تشغيل السيارة لو أنا كشركة منتجة للسيارات وده الاتجاه عمتاً اللي موجود فيه الشركات لراحة الركاب أنه بيعدل فيه أجهزة أو بيطور فيه أجهزة تعليق بالنسبة للإيه السيارة علشان أوصل بمعدل الاتزازات والضغيج لمستوى منخفض وطبعاً ده بيرجع لراحة الركاب كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند مصادر الإيه الضوضاء وده إن شاء الله نبدأ بالحلقة بتاعتنا النهاردة يبقى تحت عنوان لو مصادر الضوضاء بالمركبات قلنا أنه عندي الجزء ده بيقول لي فيه بقول لي لدراسة الضوضاء التي تحدث بالمركبات يجب معرفة مصادرها علشان أنا كشركة عاوز حتى أطور في المصادر الخاصة بيتاقلي الدوضاء يبقى لازم أعرف إيه هي مصادر الدوضاء اللي عندي بالنسبة للسيارة وكذلك طبيعة هذه المصادر وشكل الدوضاء من حيث الترددات وتردد دي هنشرح النهاردة مع بعض يعني إيه تردد ما شيئة التي تحدث عندها الضوضاء أيضا بيقول لي من هذه الدوضاء ما يحدث عند ترددات محدودة ومنها ما يحدث عند ترددات كثيرة غير محدودة هنقولي يعني برضو إذا ملت لك أنا عاوز أعرف يعني إيه تردد هنا بيقول لي فمثلا إذا كان المصدر جزء دوار أو موجات متتالية ومعادة مثل محرك الإيه السيارة يكون شكل الطيف لازم دوضاء وهي اهتزازات وموجات دورية تتوافق مع دوران المحرج مثلا أما إذا كانت الدوضاء ناتجة عن مصادر مثل الرياح الخارجية والطريق نجد أن طيفة زيد دوضاء يغطي أغلب الترددات ويمكن بيّننا مع بعض يعني إيه الجزء إيه الجزء ده بعد كده الصورة دي زي ما قلت لك احنا ممكن عرضناها في الحلقة الإيه السابقة قلت لك أن الصورة دي على سبيل المثال قادي الإيه العربية بتاعتي وبيورريني هنا بعض مصادر اللي ممكن يحدث عنها دوضاء بالنسبة لتشجيل الإيه السيارة يعني عندي مثلا المحرك المحرك لو بحالة فنية جيدة طبعا الإيه الضوضاء النتيجة عن تشجيلها ممكن تقل دي بعض الحاجات اللي ممكن تساعد في ارتفاع المحرك أو في الإيه الحيز الأمامي لإيه مكان المحرك عندي أيضا مروحة الإيه التبريد اللي هو ممكن ينتج عنها يعني نتيجة التشجيل حتى الطبيب ينتج عنها صوت عندي مثلا المولد أو اللي هو الدينامو عند الضغط أو الكمبروسر خاص بدايرة الإيه التكييف عندي مروحة التوجيه أو مضخط الإيه عفوا مضخط الإيه التوجيه اللي هي الإيه الباور ستيرنج أو الباور بتاع الإيه عجلة الإيه الكيادة في عندي مثلا على سبيل المثال اللي هو إيه جهاز العادم لو كيفية تخليص المحرك من غسات الإيه العادم وده بيبقى مصدر ضوضاء عالي جدا عندي مثلا فيه ممكن يكون فيه مثلا عندي هنا بيقول لي صندوق المحرك أو اللي هو الإيه الحيز الأمامي أو حوض المحرك يعني ممكن فيه يكون فيه تلامس ما بين معدنيين فيه اهتزاز المحرك اللي فيه عندي اهتزاز إنحناء والتوائي بجموعة نقل الإيه الحركة ممكن يكون فيه مشكلة في قواعد المطور كل ده اللي احنا شايفينه ده اللي احنا شايفينه في الصورة ده يعني بيوريني بعض المصادر اللي ممكن أو بعض النقاط الموجودة فيه السيارة اللي ممكن ينتج عنها ضوضاء طبعا بالإضافة طبعا الأجهزة التعليق ممكن ينتج عنها فيه حاجة كتير جدا تمام؟ ولكن دي صورة تقريبية للمصادر اللي ممكن ينتج عنها ضوضاء للسيارة ككل الجزء اللي احنا بقولهولك ده 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 معنى الهتزاز والإيه والتردد خلي بالك يعني على سبيل المثال خلي بالك أن الجزء ده مهم جدا أننا كإيه يعني في دراستي الليه الليه التزازات والترددات بدرسها من شكل الحيث الموجة اللي احنا شايفنا ده اللي بسميه لإيه التردد تمام؟ طيب آدي عشان نفهم الشكل ده أنه لما في الأجهزة القياس هي بتشتغل أو بتديني الشكل ده والشكل ده بناء عليه بقدر أقول آه الترددات ده ممكن ترددات يقدر يتحملها الجسم البشري ولا بتبقى عنيفة على الجسم الليه البشري طيب التردد ده إزاي أخمدها يعني إزاي خلاف المعدل المعدل بسميه معدل راحة الايه الركاب ويمكن ده فيه فيه تحديدا فيه الباب العاشر في الباب العاشر في مادة الأداء فيه عندنا باب اسمه راحة الركاب هندرس مع بعض الترددات دي وهندرس مع بعض الاهتزازات وهندرس مع بعض عن طريق بعض المسائل فعلا إزاي أن أنا أقدر أخفض أو أخفض الاهتزازات الناتجة عن تشجيل الاهصر وخاصة بأجهزة الاه التعليق طيب تعال نشوف مع بعض إيه الجزء الخاص بإيه هو الاهتزاز وإزاي أننا الاهتزاز ده بيتحول أو بيتقاس على شكل تردد وأقدر أحكم الاهتزازات دي اهتزازات يتحملها جسم البشر ووصل بها ذراحة الركاب ولا ممكن تكون عنيفة طيب بص كده أنا عندي بمثلها آدي جسم ساكن أهو ده جسم في حالة إيه ساكن طبعا لو حرقته هيتحرك بسميه في حركة إيه بندولية دي حركة أكنك إيه بندول زي بندول السعب هيتحرك جهة اليمين وجهة الإيه اليسار يعني الوضع إيه ده ده وضع في حالة الإيه السكون أدي مثلا بيه أقصى أقصى حاجة هيوصلها الإيه الجسم في الاتجاه الإيه جهة اليسار والسي مثلا عندي في حالة اتجاهه في حركة الإيه اليمين هاخد الشكل اللي قدامي ده وهمثله هنا بعلاقة بين X و Y ادي X اهو وهدي هنا ايه Y تمام X ده بسميه ايه مدى التردد تمام وعندي هنا ده عبارة عندي عن الوقت او اللي هو الايه الزمن تي ده اللي هو الايه الزمن طيب لو انا قلت على سبيل المثال ان شكل الموجة دي حصل هنا ادي اكبر قيمة ادي B B خلي بالك اهيه ادي اه B B BBD لگه فين اهو يعني لما يتحرك جهة اليمين هيديني اقصى قيمة في الموجة مثلا ده هزمين موجة به تمام ولما يتحرك في ايه لما ايه وصل هنا كده هيبقى اقصى حاجة هنا تمام لما الجسم هيبقى هنا ادي هنا ايه في وضع ايه السكون لو ايه ده طب لما يتحرك هنا هيبقى هنا اقصى وضع فين في السي بإذا الحركة دي اديتني اقصى حاجة في الموجة تمام؟ البي لهو الموجب مثلا والسي هنا أقصى حاجة فين في السالب تمام؟ طيب حصل موجة واحدة زي ما شايفين دي بسميها موجة يعني ليها قيمة في الموجب وليها قيمة فين في السالب تمام؟ الموجة دي حصلت في زمن قدره مثلا واحد سنية في زمن قدره كام واحد سنية لي بسميها دورة كاملة أو موجة كاملة تمام؟ ليها جزء فين في الموجب وليها جزء فين في السالب ومن أول هنا لغاية هنا لو استغرقت الدورة دي مثلا واحد ثانية لو بسميه واحد هيرتس واحد ايه هيرتس طيب دي كده بقول عليها مثلا تردد تردد طبيعي تردد ايه طبيعي قيمة التردد ده لو حصلت الموجة الكاملة في خلال واحد ثانية يعني حصل ايه اقدر اقول ان ده يتحمل الجسم المشري مثلا طيب تخيلوا ان لو الموجة دي الموجة الكاملة دي تقررت مرتين في زمن قدره واحد ثانية ايضا يعني الاهتساز بقى ايه اعنب شوية طيب لو تقررت ثلاث اربع خمس ست مرات وانت طالع يعني المعدل الايه ما بين الدورة والدورة بقى قليل جدا لدرجة ان مثلا ان الدورة الكاملة دي حصلت خمس مرات خلال ثانية واحدة يبقى معنى كده ان انا بعرض الراكب بتاعي الاهتسازات ايه متتالية في زمن اصغير جدا فده بيسبب ارحاق او للايه يعني تخيل انا مثلا كده انا عدى ادي ايه ادي الكرسي بتاعه والمقع بتاعه في العربية فمثلا ايه لو انا مثلا العربية عدت على مطب بسرعة مثلا قليلة فالله يحصل هيحصل كده انا حركت حركة ايه بطيئة ان انا عندي ايه حصلت موجة كاملة في خلال زمن ايه مقداره ثانية واحدة لكن تخيلوا بقى لو الموجة دي حصلت خمس مرات يعني كما لو كان قاعد على كرسي فيبريشن جوه العربية حصلت اهتزازات عنيفة عامل كده جوه العربية دي عبارة عن موجات كاملة موجة كاملة مش موجة واحدة بس حصلت في ثانية لا ده حصلت خمس مثلا موجات كاملة خلال ثانية واحدة فده طبعا هيحصل ايه هيحصل ان الجسم الجسم الراكب نفس او الراكب مثلا ايه جوه العربية تعرض لاهتزاز ايه يعنيه فطبعا ده ممكن انه هو يقوم مرهج جدا لراكب الايه السيارة ده المقصود بالترددات يعني انا في الشركات لما بتيجي مثلا بتقيس مدى راحة الراكب داخل ايه المركبة بتعرض العربية على سرعات مختلفة لانواع طرق مختلفة تمام الطرق دي بينتج عنها او بيقيس الاهتزازات اللي بتحصل للسيارة طبعا ايه بياخدها بشكل موجة بيشوف شكل الموجة قيمتها ادي ايه اكس ادي ايه وهذا الموجة دي حصل كام مرة خلال الثانية الوحدة ان الجسم البشري هو ليه مدى ايه يعني انا بتكلم على الايه الاهتزاز اللي بيحصله 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 لو حصل بمعدل طبيعي ده بوصل بيه لراحة الايه الراكب نرجع مع بعض تاني للصورة اللي احنا كنا بنشرح عليها الايه التردد بص كده لا اكس دي اهي التردد ده طبعا اكس دي كل ما ايه ده وصل اللي فوق اكتر يبقى اكس ده ايه مسافته ايه او ارتفاعه هيزيد تمام كل ما كان حركة البندول دي اسرع كل ما عدد الايه الموجات دي هزيد خلال الثانية الايه الوحدة احنا كده عرفنا يعني ايه اهتزاز وعرفنا يعني ايه تردد ايضا نفس الشيء اللي انا بتكلم على جسم ساكن وتعرض لحركة الايه البندولية ايضا زي ما قلت لك ان الجسم البشري هو بتعرض ليه اهتزازات وفيه اهتزازات ممكن تسبب راحك للراكب ويمكن ده بيفصل ليه بعض بعض الناس لما بيركب عربية وخاصة وخاصة لو مثلا استخدمت قطار القطار ده لو ماشي بسرعة سابتة وبتعرض القطار ده وانا في الاطر بتعرض ليه اهتزازات بس اهتزازات مش عارفة اهتزازات يعني بتتقرر على ازمينة معينة ممكن الواحد يسبب له النعاس وممكن ينام وهو راكب الايه مثلا الكطارات ليه بقول القطار ان شكل الطريق بتاعه سابت تمام مع السرعة والاهتزازات ممكن تكون اهتزازات سابتة ممكن توصلك لمرحلة الراحة وممكن تسبب حالة من الايه النعاس ايضا العربية طبعا العربية عندي طرق مختلفة يعني ممكن طريق ممهد ممكن طريق مخسر ولكن الشركات كلها بتجتهد عمتا ان على قد ما بتقضي طبعا عن طريق اجهزة الايه التعليق بتحاول تقلل تزازات النتجة لراكب الايه السرعة ده بالنسبة حتى لتزازات طب الضوضاء اللي هي الاصوات ايضا الازن البشرية ممكن ان هي تتعرض للايه اصوات في بعض الاصوات ممكن ان هي تبقى بطلقة راحة عند رقوب الايه راحة عند الايه السماع لو المستوى الضوضاء ده زاد اكتر من اللازم ممكن تسبب الالم بالنسبة للانسان ايضا بالنسبة للايه السيارة ممكن انا كنت داخل جسم الايه السيارة او في حيث الركاب انا زي ما شفت تعرضت للايه الاهتزازات ممكن فيه اصوات الاصوات دي ممكن تبقى اصوات يعني مزعجة وتسبب ايه التعب او اجهاد بالنسبة لراكب السيارة ولذلك الشركات كلها على قد ما بتقدر انها بتحاول ان هي تقلل الاهتزازات والضوضاء النتجة عن تشغيل الايه السيارة طيب تعال ننتقل الى جزء اخر ده كده فهمناه لوالتزازه الايه والتردد طيب تعال نشوف كده مع بعض ادي الشكل اللي احنا بنقوله يعني ادي مثلا على سبيل المثال هنا ادي وزنه الوزن ده مسبة ايه بي ايه شادد ايه الوزن ده لتحت وسبته وسبته طبعا ايه الوزن ده هيطلع وينزل بتردد معين ها نتيجة ايه الياي ادي شكل الايه شايفين شكل الايه الشكل الموجة اللي حصلت اهي شكل الموجة اللي حصلت عمنا ازاي اهي طيب يمكن الشكل هنا برضو سحبته لتحت مقدار اقل اهيه يعني هنا سحبته وصحبته الوزن لتحت سنة صغيرة كده واسم خلينا نقول الكلام عادي سحبته بقوة قليلة شوية وسبته بص شكل الموجة هنا سحبت الوزن لتحت وسبته اه تحت اثير وزنه بقوة اقل شوية او مسافة اكتر شوية شكل الموجة ايه عالي ازاي هنا تسحبه لتحت خالص حتى باين من شكل انفراد الياي شايفينه اه وسبته شكل الموجة فكذلك لما قلت لك الاكس دي لما بتزيد بتزيد الايه التردد ولو حصل ها ان الموجة دي قررت كزا مرة خلال ثانية فده شكل الايه ادي الاهتزاز الايه الحر او التردد الايه الطبيعي تمام كده طيب ادي الرسمة ده ده موجودة عندنا في الايه في المذكرة او في الكتاب يمكن من خلال بقى المعرفتي الايه ان ده بيوريني ازاي ها بيقدر اقيس يعني اللي احنا اقيسنا ده كان عبارة عندي عن الاهتزازات ماشي هنا بيقيس بقى طيف الضوضاء ذات الترددات الايه المحدودة المحدودة دي اللي هي ممكن تكون اقدر ايه اننا لو سمعتها ما تسبب ليش يعني انزعك هنا بيقول لي ادي مستوى الضوضاء ماشي ده مستوى الايه الضوضاء بتاعي وهنا ادي المستويات اللي ممكن ان انا ايه تحصل نتيجة تشجيل الايه السعر تمام ادي طب ضوضاء ذات برضو تحد ايه ترددات محدودة طب ضوضاء ذات ترددات غير محدودة بقى لها ترددات الايه العالية ذات عشوائية لو اقولت لك ان انا ممكن ان اخشت مسلا في اه يعني الصوت الناتجة او الترددات النتيجة سواء عن اه ترددات نتيجة الحركة زي مطلق العربية داخلت في المطباط يعني مسلا جاء عنيفة جدا واجهزة التحليل اللي عندي مش قادرة ناس توعب او تنتصها زي الترددات او دخلت في مكان الصوت فيه عالي جدا واصوات يعني مش صوت عالي بس يعني مش صوت واحد بس عالية عدة اصوات عالية تتدخل ما ايه بينها وما بين بعضها وطبعا في الاخر انها بتديني صوت ضوضاء مؤذي جدا للايه الاسر دي اللي بقول عليها طيف ضوضاء زي الترددات غير محدودة بصي هنا حتى شكل ايه شكل الكيرف اللي عندي طلع بشكل عشوائي غير منتظم طيب مقياس الضوضاء ايه هو ازاي ان انا بقى بقى رئيس ايه الضوضاء بولي اي ترد او بولي اي تغير في ضغط الهواء يشعر بالانسان كصوت في ازني وخطورة هذه الاسوات تقترن بسرعة تغيرها هذا الضغط وتقاس الضوضاء بالديسبيل يعني ده وحد القياس الايه الضوضاء ويحسب عن طريق نسبة مستوى ضغط الصوت وتعرف بالايه بالتالي طبعا ده وبارة عندي عشرة في لجة عشرة ماشي حيث المرجع وهو الديسبيل يكون اقل قوة صوت مسموع الانسان عند 3 كيلو ايه يعني ده اللي هو الاصوات اللي ممكن يقدر طبعا يتقبل او تتقبلها الازن الايه البشرية تمام انا كده بقى ايه زولت لك ان انا انتشجيل العربية بيضعنا دوضاء الدوضاء دي لو تعدد الحد اللي ممكن تكون اه الازن البشرية مستريحة ليه او بتقدر ايه يعني تستحمله اوكي لو زاد عن كده ممكن هو يسبب طبعا مشاكل بالنسبة دي راكب الايه اسر طب ازاي ابن انا قدر اتحكم في مصادر الضوضاء النتجة عن تشجيل الايه اسر طبعا قبل ما اخش في النقطة دي فيه نقطة مهمة جدا يمكن الجزء ده جزء بالنسبة لي مهم جدا عشان تعرفه يعني مثلا اه يمكن الوهلة الاولى او المستخدم العادي بالنسبة للسر يقول لك الحقيقة عندنا كل لها دوشة وفيه اصوات عالية وكلام من ده ولكن انك ليك انك تعرف ان الانسان الطبيعي اللي اتربى او اللي عاش عامة فيه منطقة او فيه مناطق هادية ساكنة بيسمع الانسان يعني يعني عملوها في عدود اتناشر تردد او بيقولوا عليها ان هي اتناشر نغمة يعني مثلا الانسان الممكن يكون عايش فيه مناطق او عايش طول عمره في مناطق صحراوية طبعا او مناطق بعيدة عن السكان الاصوات هناك مفيش ضغيق ممكن هو حدة السمع بتاعته ممكن يسمع في حدود اتناشر نغمة او اتناشر تقريبا تردد اما الانسان اللي بيقايش فيه مناطق فيها زحمة شوية او فيها زحمة بقى كتير يعني ممكن معدل السمع بتاعه يقل ويوصل يعني لمعدلات يعني او بيفقد انه يسمع اصوات او نغمات او طبقات عمتا بنسبة كبيرة جدا يعني مثلا فيه ناس او اشخاص ممكن زي في العمية بيقولك ده بيسمع دقة النملة دقة النملة دي يعني اصوات ايه اصوات تردد بتاعها ضعيف جدا يعني ودنه قوية تقدر تسمع اصوات ايه ضعيفة جدا ممكن يكون واحد قاعد جنبه مش مسامع نفس ايه الاصوات ليه نتيجة مثلا ضعف في الجهاز السمع بتاعه عمتا هو عشان بس وضعه ده بقى مهم جدا ليه ان الضغيج العالي ده جدا ممكن يأثر على الجهاز السمع بتاعي وممكن ان هو يفقدني او يفقد الانسان سماعه ليه الترددات الايه المخفضة يعني فيه ناس ما تسمعش صوت الواطي ده يسمع صوت صوت عالي يعني لو جي تكلمته كده بصوت واطي يقولك بلش عالي صوتك انا من سمع طب وفي ناقم ممكن يكون اتنين واحد سامع واحد من السامع تمام نتيجة ايه نتيجة مش مش امراض امراض باطنية فيه لا مو نتيجة ان الانسان ده خلاص اشتغل وده اللحظه مثلا في وده من ضمن وسائل الامن والسلامة حتى موجودة في المصانع لو انت شغال على مكان الصوت بتاعه عالي جدا فبيحطه واقع للايه للازان وطبعا او للازن يعني ان هو علشان ما يسمعش الاصوات العالية للمكان ومع لو انت ما استخدمش ايه اجهز الامن والسلامة دي ممكن مع ايه مرور الزمن ان هو يبدأ ان هو ما يسمعش الاصوات الواطسة دي النتيجة او اللي هو المنقفضة نتيجة تعرضه لاصوات عالية بصفة مستمر خلينا نقول بقى احنا تلوقتي في المركبة عرفنا ان في عندي مصادر الاهتزازات 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 التردودية ودي الشركات بتتصابق فيها انها بيعني كل فترة او كل شوية بيعدل فيه اجهزة الاه التعليق او بيطور فيه اجهزة الاه التعليق علشان يقلل من التردودات اللي هي ممكن توصل لحيز الاه الركاب ايضا الشركات تلوقتي بتتتصابق فيه الاه الكيفية خفض الضوضاء النتيجة عن تشغيل الاه الصهارات الحديثة حاليا بس عشان نبقى شيء ملموس لكل الصهارات الحديثة انا ممكن اكون قاعد بحيز الركاب قافل ازاز بتاعي تمام بيسامع حاجة بيسامع حاجة خالص ولا سامع صوت مطور ولا الاهتزازات اللي هي الطريق ولا سامع العربيات اللي هي المهيطة اللي هي لنتيجة ان انا قدرت ان انا احافظ او ان انا اقلل من الضوضاء الناتجة عن تشغيل المحرك بالاضافة لحجب الاضواء اللي هي الضوضاء الخارجية بالاضافة قدرت عن طريق اجهز التعليق ان انا اخفض الاتصالات النتجة عن تشغيل الاي السر فاحلا نشوف تلوقتي مع بعض الشركات ازاي او منتج السر بدأوا ازاي ان هم يقللوا من الضوضاء النتجة عن تشغيل الاي السر فاول حاجة بقول عليها التحكم السلبي بالاي الدوضاء طب تعال نشوف تحت هناخد ايه مع بعض او هندرس ايه مع بعض هنا بيقول لي بداية يجب ان يكون تصميم اي جزء ميكانيكي متزن ومصمم جيدا حيث لا تحض الاتصالات عليها وبالتالي دوضاء ايه هي الاجزاء الميكانيكية عندي على سبيل المثال ممكن على سبيل المثال عندي اجزاء ميكانيكية دوارة وخاصة دوارة يعني مثلا في عندي بالنسبة لعربيات لالدفع الخلفي في عندي عمود عمود الا действارة او بسأميه عمود الكردان عندي مثلا عندي الامودة الدوارة عندي مثلا عمود المرفق عمود القرانق او مثلا عندي عمود الكمات لو ما حصلش اتزان ميكانيكي يعني ايه اتزان ميكانيكي يعني يكون الجسم متزم مثلا برضو عشان يعني اعرب لك العربية في فيبريشن عالي او في العربية نتيجة الايه تشغيل يقول ايه والعربية التحت امسك الدركسيون بتاعه وعجلة القيادة فيها برضو اهتزازات او فيبريشن ممكن لو انا سبت الدركسيون على العربية مسلا بتتاج جهة اليمين او جهة اليسار مع ان المفروض لو انا شلت ايدي مني على الدركسيون لو العربية مزبوطة بتمشي بخط مستقيم يقول لك لأ العربية دي فيه مسلا مشكلة فيه ترصيص العجل وترصيص العجل وبتسمع يقولك العجلة بتدب على الارض ولها صوت نتيجة ايه عدم اتزانها ميكانيكيا ماشي لو بسأمل اتزان الديناميكي للاجزاء الدورة اذا عدم اتزان ايه عدم الاتزان الديناميكي للاجزاء الدورة فاي جزء دوار بالنسبة للسيارة هانتج عنه خشونة وضوضاء وبالتالي فتلاقي الشركات تلوقتي بتحاول يعني مش بتحاول لا ده فعلا بتعمل اتزان ميكانيكي للاجزاء الدورة علشان اول حاجة ارفع جودة هذا الايه الجزء الايه الدوار وبالتالي تخفيض الدوضاء الناتجة عن تشجيله نرجع تاني نقرأ الجزء ده مع بعض هنا بيقول لي بداية يجب ان يكون تصميم اي جزء ميكانيكي ماشي مقصود هنا طبعا ايه ميكانيكي يعني الميكانيكي اه مثلا الاجزاء ميكانيكية في حركة ما بينها وما بين بعض يعني مش اجزاء ساكنة اجزاء ميكانيكية يعني اجزاء ايه دورة بلي يجب ان يكون تصميم اي جزء ميكانيكي متزن ومصمم جيدا حتى لا يحدث اهتزازات عالية وبالتالي ايه دوضاء طبعا اه بدراستنا ده الجزء الخاص بالدوضاء والجزء الخاص بكيفية التحكم بالدوضاء ده ان شاء الله بإذن الله اللي هنبدأ بالحلقة القادمة وعلى امل لقاء جديد اترككم فيه اترككم في رعاية اللو امن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة